كابتن حسام البدري دخل في الساعات اللي فاتت بقوة كمرشح لخلافة تامر مصطفى في فريق مودرن على تدريب فريق مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر وصلين لمرحلة فيها بعض الخلافات مع كابتن تامر مصطفى بعد النتائج الأخيرة للفريق وكابتن تامر مصطفى مش عايز يستقيل وشايف انه مش هيمشي هو جاهزه إلا لو مودرن فيوتشر اتخذ هذا القرار مودرن فيوتشر بالفعل تحدث مع كابتن حسام البدري وكابتن حسام البدري له بعض الشروط منها ان التعاقد يكون موسم ونصف نصف هذا الموسم والموسم القادم ولو انتهت العلاقة ما بين مودرن فيوتشر وتامر مصطفى هيبقى كابتن حسام البدري هو المدير الفني القادم لفريق مودرن فيوتشر أنا بصراحة لو سألتنا على رأي يعني بشوف ان تامر مصطفى مدرب كبير جدا جدا يعني ولوان لايه النصيحة لمودرن فيوتشر فاتامر مصطفى المدربين اللي محتاجين صبر سيبرو عليه في انبي وتقلق وأبدع مع نادي انبي لو سيبرو عليه في مودرن فيوتشر قتصور مش تحايز للراجل بس هو فعلا يبدو ان هو مدرب كبير يعني بس كل إدارة نادي لها متطلباتها ولا احتياجاتها ولا أهدافها أنا لا أتدخل هنا أنا بقول رأي من بعيد هم يبقى عندهم ظروف مختلفة غير لأنا شايفة أو هم شايفين حاجة أكيد أنا مش شايفة شكرا